نروح لمطش الهلال اللي هيحكمه الموريتاني عبدالعزيز بو اسم جديد علينا شوية وما فيش معلومات كتير قوي عنده هو اللي تم تكليفه بإدارة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا هو حقيقة مشواره حتى في دوري الأبطال مش كبير يعني هو أدار مباراتين في دوري أبطال إفريقيا منهم واحدة أعتقد كانت بين شاببت القبائل وفيتا كلوب وانتهت بفوض شاببت القبائل بنتيجة 2-1 أدار أربع مطشاط في الكونفيدرالية الأفريقية وكان لي مباراة واحدة بس في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس أمم إفريقيا ومباراة وحيدة أيضا في كاس أمم إفريقيا تحت 20 ومباراتين في كاس أمم إفريقيا الأخيرة اللي تلعبت للمحليين ولي مباراة ودية دولية وحيدة يعني السيفي بتاعه مش كبير قوي ودي ممكن تبقى ميزة وممكن تبقى عيب ممكن تبقى ميزة لأنه ما عندوش أو ما فيش فريق مكون عنه انطباعات كاملة هو بالنسبة لنا حكم مجهول نمرة 2 أنه أعتقد ده يساعده بشكل كبير في أنه يخوض المباراة ويدير المباراة دي بقى عصاب هادئة ده من ناحية المميزات من ناحية العيوب عدم وجود فار طبعا بيتكلم اللغة العربية ودي برضو شيء إيجابي جدا هيسهل معاه التواصل أو هيسهله شخصان التواصل مع الفرقتين لعبة الفرقتين والجزء الحقيقي اللي يمكن يكون سلبي شوية هي قلة الخبرة في مباراة مهمة جدا وحسيمة هتحدد مين هيصعد عن المجموعة بين الأهلي والهلال والفكرة أنه هنا ما فيش فار فبالتالي أنت هتاخد القرار وتتحمل مسئولياته وبالتالي دي النقطة الوحيدة اللي أنا يعني مش عايز أقولها تخوف منها بس يعني لابد أنها تذكر أو يتعامل لها حساب